موسيقى موسيقى اهلا بكم تعيش المنطقة على وقع توترات خطيرة ونذر مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران وميليشياتها الولائية بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أربعة شهور والتهديدات الأمريكية الجديدة بتوجيه ضربة قاتلة للميليشيات وهداف إيرانية بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأراضي الأردنية بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا حزب الله في العراق بالإضافة طبعا للمناوشات المستمرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إذ أعلنت ميليشيا حزب الله لاحقا تعليق ما سمتها هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق والسورية بذريعة عدم إحراج الحكومة في العراق بعد تهديدات واشنطن بالرد والانتقام على هجوم الأردن ويقول المراقبون أن تعليق ميليشيا حزب الله للهجمات جاءت رضوخا وإذعانا لأوامر إيرانية ولا علاقة لها برفع الحرج عن الحكومة أو عن حكومة السوداني كما حاولت الميليشيا تسويق الأمر وتواجه حكومة السوداني ضغطا متزايدا من الميليشيات الولائية وإيران لرحيل القوات الأمريكية من العراق بعد موجة القصف الأمريكي لمواقع هذه الميليشيات وقتل عدد من قادتها حيث أعلن السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لإنهاء وجود قوات الاحتلال أو قوات التحالف الدولي بزعامة أو رئاسة الولايات المتحدة في العراق بشكل نهاي التوترات الخطيرة في المنطقة ونظر المواجهة العسكرية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها على الوضع في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار الخاصة مع الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في علماء المسلمين في العراق وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما دلالت إعلان الميليشيات وقف هجماتها ضد القواعد الأمريكية بعد تهديدات واشنطن بقصف إيران ومواقع الميليشيات في العراق وسوريا وهل تمت مؤشرات جدية وحقيقية على مواجهة عسكرية أصلا بين الولايات المتحدة وإيران وميليشياتها في المنطقة وهل ستنقذ سياسة النائب النفس الإيرانية والبراءة من سلوكيات ميليشياتها إيران عبر التعرض للمصالح الأمريكية في العراق وسوريا وكيف يمكن التفاعل مع فعاليات أسبوع القدس العالمي في دعم معركة طوفان الأقصى ورفع الحصار عن سكان قطاع قزة ضيف الحلقة الخاصة من طاولة حوار هو الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيطة علماء المسلمين في العراق أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار والتي سيكون فيها ضيفنا الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيطة علماء المسلمين في العراق ستبحث هذه الحلقة في التوترات الخطيرة في المنطقة ونظر الحرب أو المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها على الأوضاع في العراق دكتور مثنى أهلا وسهلا بك معنا أهلا ومرحبا حياك الله خير نبدأ من العراق الحقيقة تصاعد الحديث عن قضية سحب القوات الأمريكية من العراق السوداني شكل لجنة ثنائية مع الأمريكيين لترتيب أوضاع انسحاب القوات الأمريكية جدوى الانسحاب وما إلى ذلك أعلن الأمريكيون مرة أخرى أنهم لن ينسحبوا من العراق وسوريا أو لا يفكرون في الوقت الحاضر كيف يمكن قراءة هذا التناقض هذا الضبابية فيما يتعلق بقضية بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية من العراق بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموضوع ينبغى أن ينظر له من زوايا نظر عدة وليس من خلال الزاوية الإعلامية أو التصريحات الرسمية سواء ما صدر منها من بغداد أو من واشنطن موضوع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رئيس وحكومات بغداد المتعاقبة تنظمه الاتفاقية الأمنية المعروفة التي وقرت في العراق منذ سنوات طويلة جدا لترتيب وضع الاحتلال بعد فصل مهم جدا من فصول المقاومة العراقية كل ما يجري من تواصلات بين الحكومة في بغداد والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالشق العسكري يقوم على وفق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية التي سميناها وقتها اتفاقية الإدعاء فهي التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق وتعامل هذه القوات مع القضايا التي تجري في الساحة العراقية ومن هنا فالاتفاقية هي التي تنظم العلاقة والسلوكيات المتبادلة بين الطرفين والتي تضبط أي خروج غير متوقع عنها الفصول الموجودة الآن في العراق والمتعاقبة من قضية استهداف القوات الأمريكية على خلفية معركة الطفان الأقصى الآن هكذا على خلفية الطفان الأقصى أو على خلفيات أخرى نتيجة اجتداد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على مدى السنوات الماضية الذي كان يعبر عنه بوسائل سياسية وإعلامية وعسكرية تجري للأسف غالبا في الساحة العراقية من خلال الطاق صواريخ هنا وهناك على القواعد والمعسكرات الأمريكية تحل هذه جميعا بالتفاهمات وفق الاتفاقية الجديد في هذا الموضوع بسبب الأوضاع الجارية الآن في المنطقة متحديدا تداعيات معركة الطفان الأقصى ومحاولة ما يسمى بحلف المقاومة والممانعة المدعى أن يظهر نفسه كمدافع عن القضية الفلسطينية وكساند للمقاومة الفلسطينية في معركتها بدأ استهداف القوات الأمريكية كما هو معلوم القوات المحتلة في العراق وخارج العراق ولكن ضمن قواعد اشتباك معلومة ومعروفة أعلن عنها كل الطرفين الأمريكي والإيراني وان خلال عملية الضبط معروفة ومشهورة ومعلومة للإيرانيين لضبط تداعيات هذه الخروقات حتى لا تذهب بعيدا وتنشب نوعا ما من الحراك العسكري والصراع العسكري بين الطرفين فالقصة معلومة هي من مقتضيات كل طرف في إدامة سياسة التخادم المعروفة أحيانا تخرج عن الإطار لأسباب معينة نتيجة تقديرات غير دقيقة غير سليمة وقت الحادثة الأخيرة التي جرت عن الحدود الأردنية السورية حين ذاك يتدخل من يسمى رئيس الوزراء في وقتها لمحاولة ضبط الأمور التدخل هنا كان أوسع وأكبر لما؟ لأن الوضع كان أخطر تكرر هذه العمليات تساع حالة الصراع في المنطقة أو محاولة عدم توسعة الصراع في المنطقة خرج رئيس وزراء حكومة بغداد حكومة الاحتلال التاسعة وطالب بجذولة انسحاب قوات الاحتلال وكأن الأمر بيده وكأن الأمر بيد من تسمى الحكومة العراقية وكأنه هو الآمر والناهي وهو لا يملك السيادة على أرضه وعلى سماه إلى الآن كلنا يعلم بأن الأجواء العراقية محكومة وفق اتفاقيات مع قوات الاحتلال الأمريكي ولا يسمح لأي جهة ما أن تطير في السماء العراقية إلا بترخيص من السلطات الأمريكية هذا أمر معلوم ومترك ولكن مقتضيات إظهار قوة هذه الحكومة جعلته يخرج بهذا التصريح وجعل القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية تدخل في الموضوع ثم أخيرا تصدر البيانات الواضحة والصريحة التي تفيد بأن ما يسمى اللجنة المشتركة بين الطرفين قد خلصت إلى النتائج الآتية وإذا به تطبيق لنتائج أو مقررات ومحددات اتفاقية هذه الصورة اختصار دكتور فيما يتعلق بالهجوم على القاعدة الأمريكية تي 22 في الأراضي الأردنية قرب الأراضي السورية الحقيقة هذه أول مرة الميليشيات لا أدري هل القدر ورطها هل هي أخطأت بإطلاق مسيرة فقتل الجنود الأمريكان الآن هناك تهديدات ضد أهداف إيرانية وما لذلك كل الضربات التي كانت الإعلامية والاستعراضية ضد السفارة أو ضد قواعد أمريكية لم يسجل فيها قتل جندي واحد ولا جرح جندي واحد حتى الهجوم الإيراني على خلفية مقتل سليماني في قاعدة الأسد لم يسجل قتله لماذا هذه المرة سجل قتله هل كان متعمدا هل كان خطأا هل تفاجأت الميليشيات وإيران بهذه الضربة ذهبت بهذا الاتجاه موضوع العمد مستبعت تماما لأنه لماذا العمد الآن ولم يجري في حالات سابقة ولا سيما في قواعد داخل الأراضي العراقية ثم إذا كان هذا الأمر متعمدا فإنه هذا يسبب مشكلة لهذه الميليشيات قد لا تكون في حسبانها أو في حسبانها أنه الآن هي تنقل المعركة إلى مستوى آخر إذا كان مفهوما أنه تضرب داخل الأراضي العراقية أو تضرب داخل الأراضي السورية بحكم الوجود الميليشياء والكبير المدعوم إيرانيا في سوريا ولكن أن تضرب في نقطة على الحدود الأردنية السورية وتحسب هذه الضربة على القوات الأمريكية الموجودة في الأردن هذا طبعا تطور خطير جدا لأنه معناته استهداف دولة أخرى ثالثة ليست لديها مشكلة مع هذه الميليشيات بشكل واضح رغم أن هذه الميليشيات تفتعل هذه المشكلة لهذا البلد ثم هذا يستدعي أيضا موقفا أشد وأقوى من السلطات الأمريكية نحن نسمع الآن بأن سلطان الأمريكية ستتتخذ هذا الموقف خلال ساعات أو خلال يومين أو ما إلى ذلك هذه الأخبار أقيل أن هناك خطط عسكرية قد أقرر نعم الرائجة الآن قبل ما ندخل إلى البرنامج أنه قد خطة أقرت وستستمر لأيام وليس الضربة واحدة وما إلى ذلك فإذن هو أكيد من وجهة نظري أنه خطأ غير محسوب بدقة أزم الأوضاع وشوش على قواعد الاشتباك الأمريكية الإيرانية وإلا هي مضبوطة يعني مثال على ذلك وهذا أمر غير معلن وغير مشور ولكن هناك مصادر عدة تتحدث عنه أستطيع الإطمئنان لها نعم واحد المصادر تأكدت منه بنفسي أنه حتى الحوثيون في اليمن عندما يستهدفون هذه السفون والبواخر في البحر الأحمر وغيره قد ذهبوا في هذا الموضوع أبعد مما كانت تتوقع إيران أو ما تريد لهم إيران وتسبب هذا في تأز مما قبل أسابيع في العلاقة بينهم وبين الإيرانيين اضطرت الإيراني إلى ساحب بعض المستشارين والمدربين العسكريين فإذن إيران لديها وكلاء كما هو معلوم في المنطقة سمحت لهم باستهداف المصالح الأمريكية وغيره الأمريكية بحجة المشاركة في مركة الطوفان الأقصى ولكن وضعت لهم حدودا ولكن ممكن مرة تسلم الجرى كما يقولون عندما يحصل تجاوز ما من سيسأل عن ذلك؟ هل سيسأل الوكيل أم الأصيل؟ لا الوكيل الأصيل فإذن الأصيل يحاول ضبط هذه الأمور ما أمكنه وهذا أمر معلوم للأمريكي وللإيراني ولنا جميعا ما حصل الآن تجاوز الأصيل فضغط الأصيل على الوكيلاء فأصدر بعض الوكيلاء بيانا بأنهم سيوقفون هذه العمليات واذا ما ارتسلك عنه دلالات هذا الإعلان مليشيا حزب الله المتهمة بالمسير اللي ضربت القاعدة الأمريكية في الأردن أنه أوقفت العمليات عملياتها ما سمتها هجماتها ضد القاعدة الأمريكية والحقيقة أيضا حاولت أن تبر إيران أنه إيران لا علم لها أن إيران تفاجأت أن الأخوة في المحور كاقذة قال البيان يعني كانوا يعترضون على استهداف القواعد الأمريكية دلالة هذا الإعلان له دلالات عدة يعني أبدأ بالدلالة الأخيرة أن الأخوة في المحور يرفضون هذا الاستهداف إذن هذا يؤكد ما قلنا من محاولات ضبط الصراع وعدم الذهاب بعيدا ويكون الإطلاق إعلامي فقط وصرح بعض قادة المليشيات قبل مدة متألمين من هذا الوضع ويشكون أنه عندما يضرب الإيراني لا يستهدف وعندما نضرب نحن نستهدف قصة مشهورة الآن هذا التأكيد هناك قضية دكتورة أيضا تسبق وتعزز ما أعلنوا الأمريكان من أنهم حذروا إيران من ضربة لداعش تنظيم داعش في كرمان زودوهم بمعلومات استخباراتية بضبط تعاون أمني استخباراتي عالي المستوى بين الطرفين في من يسمونهم أعداء أو إرهابيين أو ما إلى ذلك المهم هذه الدلالة الأولى أنها كشفت قواعد الاشتباك وكيف أنه يتم تجاوز وكيف تحاول إيران ضبطة ليس في العراق وسوريا فقط وإنما في جنوب لبنان أيضا كما هو معلوم الدلالة الثانية أنه عندما يحس طرف ميليشيوي ما أنه تجاوز القطوط الحمر وأنه أخطأ عن غير قصد حين ذاك يخاف من ردة الفعل فأحد الحلول وهذا أمر غير مسبوق وغير معلوم يصدر بيان عن توقف مقاومة كما تسمي نفسها تعلن التوقف عن استهداف العدو لم نسمع بهذا في التاريخ أبدا فإذن هي محاولة لجر النفس لإنقاذ إيران ومحاولة لتفادي ضربة أمريكية هنا يأتي التأخر الدلالة الثالثة لأن بعضهم تحدث لماذا تأخر الأمريكيون الأمريكيون إذن لن يستهدفون إذن هذا في سياسة التخادم الأمريكي الإيراني نعم التخادم حاصل ولكن هذا التأخر أجبنا عنه قبل قليل بأنه تم اتخاذ القرار حسب إعلان الإدارة الأمريكية وستتخذ العمليات طورا آخر غير الطور السابق وهو ليست الضربة الواحدة وإنما ضربات متعددة وعلى مدى أيام إذن كان هناك تأني تريث أمريكي محدد قبل اتخاذ قرار المواجهة لأن البعد هذه المرة يختلف عن الأبعاد التي جرت فيها عمليات سابقة ومع ذلك ننتظر ونرى طبيعة الرد حجم هذا الرد من سيستهدف نعم الرد الأمريكي بعد ذلك يمكن أن يكون لنا هذيك متحدث هذا الإعلان من قبل الميليشيا أو على قبل ميليشيا حزب الله بإيقاف الهجمات ضد ما تسميها ضد ما تسميها هجمات ضد المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية هذا الإعلان باعتقادك مرحلي مؤقت أم هو إعلان أو قرار تكتيكي إنحناء أمام العاصفة لأن الأمريكان واضح أنهم بصدد توجيه ضربات إنحناء أمام العاصفة وسيعاد الأمر إلى ما كان عليه بعد انتهاد العاصفة بأي اتجاه هو بالنسبة لها تقبلنا مؤقت لأنه كما ذكرت إنحناء أمام العاصفة تخوف من طبيعة الرد الأمريكي ولكن قد يتخذ ذريع للتوقف التام ولا سيما في ظل ما نسمع من أنباع تهدي أو مفاوضات في الساحة الفلسطينية فقد تكون المهمة انتهت أدوا ما عليهم وأظهروا للعالم أنهم ضد الأمريكان وأنهم قصفوا والمبرر الآن قوي أن الرد الأمريكي كان قاسيا الرد الأمريكي كان عنيفا وهذا الأمر يقتضي منا إعادة النظر سوينا اللي علينا والباقي كذا يعني ممكن تأويلات كثيرة تخرج لكن بالمحصلة العامة إذا دامت الظروف كما هي على الأرض إذا استمرت المعركة في فلسطين ستستمر هذه الضربات ولكن بعد إعادة الحسابات وترتيب الأمور والمشي على السكة الجديدة التي ستضعها لهم إيران حتى لا يقع حادث مشكل ومحرج لكل الأطراف كهذا الحادث لأن حتى الأمريكي يعني محرج الآن لا بد يرد وهذا الرد لأنه أول مرة يقتل هكذا عدد منه ويصاب عدد كبير جدا وما إلى ذلك فإذن يقتضي منه رد والرد هنا ينبغى أن يكون ردا قاسيا قويا عنيفا رادعا طيب هذا الرد ألا يستدعي أيضا الطرف الثاني قد يقوم برد ما فهي عملية محسوبة جدا فلذلك علينا أن لا نستفق الأحداث ولكن هو انحناء أمام العاصفة لتوقع أو التخوف من الرد الأمريكي من هذا الطرف وإن ظهرت أصوات من بعض الميليشيات إحدى الميليشيات من بعض الميليشيات تقول سنستمر في عملياتنا ولكن هذه الميليشية غير معروفة عن أنها استهدفت أو تستهدف القوات الأمريكية كما هو حاصل هي مشغولة في سوريا أكثر نعم نتحدث عن نذر المواجهة أو احتمالاتها أو مؤشرات عن مواجهة أمريكية وإيرانية ونطاقها الجغرافي الملاحظة أن هذه ما تسميها الميليشيات الهجمات حتى في لبنان جنوب لبنان والحوثيين والميليشيات اللي في الإعراق الحقيقة لم تؤثر في ميزان القوى في الحرب في غزة لم تخفف الضغط عن غزة لم تجعل إسرائيل تغير من هذا الإجرام والاندفاع في قضية الإجرام والقتل بقيت استعراضات إعلامية أكثر من أفعال ميدانية هذه أيضا ضمن إطار محسوب أم إمكانياتها هكذا لا هو إطار محسوب لأن الإمكانيات هي مدعومة بدولة ودولة إقليمية قوية ولديها قدرات عسكرية ولها نفوذ وكل نسمى حزب الله 160 ألف من الصواريخ الذكية يملك عندما تحدث عن الجانب العراقي أقول هكذا فخلفهم دولة اللي هي إيران ومعروفة الإمكانات ليست قليلة وهم شاركوا في معارك كبيرة جدا مع التحالف الدولي ضد ما يسمى الإرهاب في العراق ويشاركون الآن في العمليات مع النظام السوري ضد السوريين ويشاركون أيضا في أمور أخرى في بلدان أخرى بطريقة أخرى ويدعمون الحوثيين في اليمن أما بالنسبة لحزب الله لا المعادلة مختلفة لأن قدرة كبيرة وقوات عسكرية عالية وإمكانيات كبيرة وأسلحة متقدمة ومع ذلك ما زالت في هذا الإطار يبدو ذا قارننا حتى بفعل حزب الله بفعل هذه الميليشيات يكاد يتناسب يتساوى يتقابل مع اختلاف العدو واختلاف الإمكانيات واختلاف الساحة في جنوب الناس هناك ساحة مفتوحة مع العدو الصيوني بينما في الساحة العراقية والسورية ليست أو أطراف الحدود العراقية والسورية ليست مفتوحة فإذن هي ليست إمكانيات وإنما هي إرادات يراد لها أن تبقى هكذا إعلاميا لتسجيل موقف ما لإشاعة خرافة وكذبة ما يسمى المقاومة الإسلامية العراق لأسف بعض وسائل الإعلام تتبنى هذا الموضوع من أنه عنوان عام الأصلا يقول كتاب حزب الله الفصيلة الفلانية الميليشية الفلانية أما وسيلة إعلام وسائل الإعلام محترمة تتعامل مع عنوان المقاومة الإسلامية طيب كيف هي مقاومة وهي منضبطة باتفاقية أمنية أو ضمن نظام سياسي منضبط باتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة طيب هل المقاومة تطلب من القوات الأمريكية الانسحاب من العراق عندما يكونك تضييق على الحكومة أو على هذه الميليشيات أو حدث ما خارجي تتفاعل معه ثم تسكت ثم تعود ثم تسكت تعالت الأصوات قبل مدة لإخراج القوات الأمريكية نعم ثم خفتت الآن لا نحن ملتزمون بقرارات رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء طالب بالجدول ثم رئيس الوزراء بعد ذلك يقول بأن هناك لجنة أمريكية واللجنة الأمريكية أصدرت يعني بعض ما يشير إلى عملية الضبط في العراق وأنه الطرف المسؤول عن هذه هو رئيس الوزراء وغيره فإذن القصة هي أشبه ما تكون بمحاولات إعلامية حملات علاقات عامة موسعة من أجل إضفاء حالة معينة أو محاولة إقرار انطباع ما في ذهون في أذهان ونفوس الناس أن هناك مقاومة تقاوم الأمريكان في العراق وخارج العراق وهذا غير صحيح للأسف بالمرة نعم على ذكر رئيس الوزراء ودوره في هذا المشهد أحد المستشارين تحدث أنه رئيس الوزراء وهو القادر عام للقوات المسلحة بذل جهودا كبيرة للتهدئة ونزع فتين الأزمة بين الميليشيات وبين القوات الأمريكية ولذلك وصلنا إلى إعلان ميليشيا حزب الله إيقاف عملياتها أو ما سمتها بالهجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق هكذا أصبح دور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وسيط بين القوات الأمريكية والميليشيات التي يفترض أنها تشكيلات عسكرية تابعة له باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هذا هو النموذج العراقي الديمقراطية كما يقولون نعم يعني هم لو قرأوا هذا الموضوع أو هذا التصريح أو لو انتبهوا له أو لو راجعوه قبل أن يخرج به هذا المستشار أيًا كان قرأ من جانب آخر لا اكتشفوا الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه هذه المفروض هي تابعة للحجد الشعبي والحجد الشعبي أصبحت مؤسسة رسمية وهذه المؤسسة الرسمية تخضع لأوامر من يسمونه القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء نفسه فكيف رئيس الوزراء اللي هو قائد لهذه القوات لهذه الميليشيات يتفاوض مع الأمريكي لمحاولة التهدية يعني يلعب دور الوسيط الأصل أن يسأل هو عن هذا الأمر أو أن هذه الفصائل لا تقوم بشيء إلا بأمره إن كان بأمره فهو لا يصبح أن يكون وسيطاً وإن لم يكن بأمره فهو ليس لديه سيطرة إذن ليست هناك ما يسمى بمركزية السلطة في العراق إذن كيف يكون قائد القوات المسلحة على من إذن يكون لكن هذا هو الواقع العراقي هذه الحالة العراقية قد يقال بأن هناك ميليشيات منفلتة طيب هذه الميليشيات المنفلتة تتحدثوا عنها كثيراً وحل هذا الموضوع وانضبطت جميع هذه الميليشيات كما يقولون من أجل مصلحة العراق وإخراج القوات الأمريكية من العراق فإذا بها أيضاً تعمل خارج إطار ما تسمى الحكومة المركزية فإذن هذا الشكل من العمل السياسي إن صحاً نسميه عملاً سياسياً هذا الشكل من أشكال إدارة الفوضى في العراق غير موجود إلا في هذا البلد بسبب مخرجات النظام السياسي القائم منذ ساعة الاحتلال حتى اللحظة إذن هم بهذا الحديث يعطون أدلة واضحة وكافية على أنه لا يمتلكون ما يقولون عنها سيادة لا يمتلكون القرار على الأراضي العراقية والسماء العراقية لا يمتلكون أي قدرة لتفادي أي غضب أمريكي حقيقي أو إجراء أمريكي حقيقي لكن هذا الغضب وخذ الإجراء لن يأتي لما؟ لأنه أيضاً مضبوط وفق سياسة معروفة في نزع المشاكل بينه وبين الطرف الإيراني لأسباب معروفة في العراق وفي الأقليل نعم تصاعد التهديدات الأمريكية حديث عن خطط عسكرية لضرب أهداف إيرانية منشآت أفراد ميليشيات بعد مقتل طبعاً ثلاثة جنود أمريكان في الأراضي الأردنية بمهاجمة طائرة مسيرة لقاعدة هناك هل ترى دكتور أنه ثمت مؤشرات دلالات إمارات على أنه مواجهة عسكرية شاملة كما يقول الأمريكان قصف يستمر لعدة أسابيع فعلاً ستكون تصادم أو حرب بين أمريكا وإيران وهل تتوقع أنه إيران إله القدرة على الرد على مثل هذه الضربة التي يتحدث عنها في وسائل الإعلام الأمريكية على الأقل طبعاً أحاديث لمسؤولين عسكريين ومدنيين نعم منطقياً وفق سوابق كثيرة في هكذا حالات تجري للقوات الأمريكية في العراق سابقاً قبل الاحتلال أو في بداية الاحتلال عندما كانت المقاومة العراقية موجودة أو في أماكن أخرى في المنطقة منطقياً وطبيعياً وقراءة لرد الفعل الأمريكي لا بد أن يكون هناك رد قوي رد قاسي رد نستطيع أن يقول زاجر للطرف الآخر لكن هذا غير متصور في الحالة العراقية نعم قد يكون الرد كما قلنا قبل قليل قوياً يعني ما هو مستوى القوة كيف سيكون هذا الأمر يعني سيعلم خلال الأيام القادمة ولكن لا بد أن يكون مختلفاً عن الردود السابقة ولكن لا تصور أن الأمر سيذهب إلى التصعيد بحيث يصل إلى نذر حرب حقيقية بين الطرفين هناك أحداث أكبر من هذا حصلت سابقاً وتم ضبطها العامل الجديد في هذا الموضوع أن هذه الميليشيات المدعومة إيرانياً خرجت عن الدائرة التي كانت تعمل فيها إلى دائرة أخرى هل الخروج هذا مقصود أو غير مقصود؟ تحدثنا عنه في بداية اللقاء هذا قد يفرض يعني نوعاً ما من طبيعة رد مختلف عن الردود الأمريكية السابقة أما هل سيذهب بعيداً؟ لا أتصور ذلك ولا أظنه لأن كل الطرفين لا يريدان ذلك كل الطرفين لا يريدان الأمريكي والإيراني الحقيقة أيضاً فيما يتعلق بحديث ميليشي حزب الله أنها أوقفت العمليات في العراق تقول لعدم إحراج الحكومة وهناك من يقول أن القضية الحقيقة هذه أوامر وضغط يعني إيراني على هذه الميليشيات هل تتوقع أن إيران أيضاً ستضبط كل الميليشيات الأخرى المرتبطة بها لتجنب العاصفة أنحنا أمام العاصفة أقصد الحوثيين أقصد حزب الله في جنوب لبنان الميليشيات التي في العراق سيكون هناك أمر مركزي بالإيقاف والتهدئة حتى مع استمرار الحرف في غزة؟ طبيعة الصراع بين الطرفين في الساحة العراقية تختلف عن طبيعة الصراع في الساحات الأخرى المستهدف في الساحة العراقية وعلى الحدود الأردنية السورية هو الأمريكي المستهدف في جنوب لبنان هو الصهيوني المستهدف من قبل الحوثيين هي مصالح اقتصادية سفن تجارية وغيرها وليس بالضرورة أن تكون أمريكية لكن استهداف الجنود الأمريكان وقتل ثلاثة منهم وجرح قرابة الخمسة وعشرين منهم هذا يعني يسبب إحراجه للإدارة الأمريكية لا يمكن السكوت عنه أبدا فالضبط قد يكون في الساحة العراقية مع تخفيف في الساحات الأخرى ولاحظ هنا أن الضبط الإيراني يختلف عن الضبط المعهود والمعروف الضبط الآخر بأنه التزام تام عدم التعرض لقوات الأمريكية بغض النظر عن أي دولة أي دولة كانت فلنفتر الدولة يعني دولة سين في الحالة الإيرانية هذا الأمر يختلف الضبط هو التقليل التحجيم عدم التعرض لأوقات محددة وغيرها ولكن مع بقاء حالة التعرض لما لأن حالة التعرض الإيراني مباشرة أو عن طريق وكلاء مطلوبة لاستمرار حالة التخادم الأمريكي الإيراني أولا واستمرار أيضا ضبط قواعد اللعبة في المنطقة كلا الطرفين يحتاج للآخر وهذا أمر غير جديد وعروف نتحدث عنه دائما فطبيعة العلاقة التخادمية الأمريكية الإيرانية تفرض نوعا جديدا من أنواع الضبط الزماني والمكاني يختلف عن أنواع الضبط الشائعة والمعروف في أنحاء أخرى من العالم وهذا الأمر مفهوم للأمريكي ومفهوم للإيراني ومفهوم للمتضرر من ذلك وبالتحديد نحن في العراق نعلم هذا تماما ونعيه من ساعات ذو ساعات الاحتلال الأولى حتى الآن القصة ليست قصة هذه اللحظة قصة التعاون قبل الاحتلال وتعاون أثناء الاحتلال وتعاون بعد الاحتلال هذا التعاون ينبغي له أن يستمر لكل الطرفين فلذلك قواعد الضبط وقواعد الاشتباك اللي فيه خاصة متميزة عن غيرها أشكرك نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيف الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار الدكتور مطنى حارث الضاري مسؤول قسم السياسي فهيات علماء المسلمين في العراق بعد الفاصل نعود بقوا معنا برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار ضيف الحلقة الخاصة دكتور مطنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور الحديث ما زال يجري عن تخادم أمريكي إيراني قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال لكن هناك من يتحدث أن هذه المستوى أو مستويات التخادم الآن ليست كما كانت في عام 2003 و2004 وما بعده هناك شيء من التصادم من النفور بين أمريكا وإيران حتى في العراق هذا التخادم ما عاد بنفس القوة وبالتالي قد مرشح إلى الانفصام إلى التقويض يعني في ضوء ما يجري هذا دقيق ممكن أن يذهب إلى يتلاشى هذا التخادم للأسف أعتقد بأنه هذه نظرة مثالية من قال بأن التخادم لا يعني أن هناك صدامة أمريكية إيرانية منذ البداية منذ ساعات الاحتلال أولى كنا نقول بأن هناك تعاون أمريكي إيراني قبل أن نظهر مصطلح التخادم وهذا التعاون لتحقيق مصلحة كلا الطرفين مع استبقاء حالة العداء التي بينهما والعداء اللي حاصل بينهم هناك بعض الناس يعني ينكر هذا الموضوع ويناقشوننا كثيرا في هذا الأمر ويقول لا توجد حالة عداء يقول لهم ما الضير في أن تكون حالة عداء بين أولادة المتحدة الأمريكية وإيران أمريكا دولة عظمى ولها مصالح في المنطقة وإيران يمكن تصنيفة كما قال طلعت رميح من زمان كان يقول إيران قوة كبرى في الإقليم فإذن هناك صراع بين قوة كبرى في العالم وقوة كبرى في الإقليم هناك تقاطع مصالح كل طرف يريد أن يحقق المصالح التي لا يريدها فطبيعي لما يكون تقاطع مصالح يكون صراع ثم المنظومة الأمريكية العقلية الأمريكية تتعامل مع المنطقة وفق رؤية التي تحدث عنها عدد من المفكرين الأمريكان المعروفين في موضوع صراع الحضارات طومة إلى ذلك هناك مشكلة في الصراع مع المنطقة ببعدها الحضاري التاريخي المستند على بعد عقدي إيران بالصورة العامة ضمن هذا العالم الذي يسمى العالم الإسلامي ولكنها بالحقيقة لا تمثل السواد الأعظم لهذا العالم ولا طموحات هذا العالم ولا منطلقات هذا العالم ولا مصالح هذا العالم إيران تعتقد أن المشكلة هي في صراع مع غالبية ومع السواد الأعظم المكون لهذا العالم الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه الجزئية وفق النظرية الأمريكية المعروفة بالأهلة أو أنصاف الدوائر أو الأقواس واستغلال كل بلد أو نقطة متوترة مع جنوب شرق شمال غرب هذا العالم لإثارة المشاكل داخل هذا العالم وتقسيم هذه الجهود فهناك حالة عداء أمريكية إيرانية ولكن هناك حالة اتفاق أمريكي إيراني على اغتنام المصالح في المنطقة والعدو عند الطرفين طبعا منطلقات مختلفة من منطلق هنا سياسي استراتيجي غيره هنا من منطلق للأسف عقدي مذهبي ضيق هي المنطقة العربية البلدان الإسلامية المكونة لهذه المنطقة التي تسمى التسميات السياسية المعروفة الشرق الأوسط فإذن هناك عداء حقيقي ولكن هذا العداء ليس مستثرا وإنما كامن كما يقولون تحت الطاولة من أجل مصلحة ما فوق الطاولة بالعكس التخادم في بداية احتلال العراق كان على مستويات أعلى مما هو عليه الآن وفي مراحل لا كان أخفض مما هو عليه الآن لما كانت هناك مقاومة عراقية وقوية هذا التخادم ضعيف جدا لأنه لا توجد له ساحة للعمل الساحة كانت تملؤها المقاومة كانت تملؤها القوى المناهزة للاحتلال كانت المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم كله ليس بهذا المستوى من السوء الآن انحصر كل هذا لا توجد روافع حقيقية لا للعراقيين ولا للسوريين ولا اللبنانيين ولا لليمنيين ولا حتى للفلسطينيين هنا صار الصراع ثنائي ولكن بدأ تراجع مستوى التخادم لماذا؟ لأن هناك صراع صار مباشر على هذه المصالح ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى مرحلة حققت من الجانب الإيراني هدف كبير جدا وهو إلقاء العرب في حضن الكيان الصهيوني من خلال عملية التطبيع والتخويف من إيران الآن هناك معركة مهمة لأول مرة تحصل في المنطقة منذ عقود وهي معركة الطوفان الأقصى فإذن هناك نوع من التحدي بين الطرفين لكن لاحظ حتى مع اشتداد العداء بينهم الآن حتى مع خفة مستوى التخادم أو فلنعبر بتعبير أفضل تغير نمط هذا التخادم كل الطرفين يتبع لعدم توسعة المعركة وهذا هو مفهوم التخادم الذي نتحدث عنه نعم لو نشبت فعلا معركة أو حرب أو مواجهة عسكرية شاملة أو محدودة بين إيران وأمريكا هناك من يقول أنه لن تتعدى الساحتين العراقية والسورية طبعا هناك خطوة أيضا اتخذتها إيران بعد الضربات الإسرائيلية سحبت كبار ضباط الحرس الثوري من سوريا لو أن هذه المعركة أو هذا التصادم نشب بين إيران وأمريكا كيف ستكون تأثيراتها على الساحة العراقية وعلى السورية أيضا حتى ما دام أصبحت ساحة واحدة سأتكلم من جانب الافتراضي لأني وجهة نظري ولكن دائما تبقى وجهات نظر أخرى نفتح لها الباب وجهة نظر أن هذا التصادم بالمستوى الذي يذهب إلى تصور حرب شاملة في العراق والسورية وهو الجسر البر الوحيد الذي يربط بين الطرفين الأمريكي والإيراني لا أتصور أنه سيحصل ولكن تبقى المناوشات تبقى فنسميها الاعتداءات من الطرفين من طرفين على طرف المناوشات لمواكبة أحداث ما تجري في المنطقة سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن المتضرر الأكبر من ذلك هو كل الشعبين العراقي والسوري أن المعركة البرية أو الصراع البري لا نقول ما الصراع البري بين الطرفين هو في هذه المنطقة فضلا عن ذلك بغداد ودمشق ليست في يد أهلها وهذه نقطة مهمة وضرورية جدا في هذا الموضوع فهي ساحة مفتوحة تهيمن عليها إيران في جزء كبير على العراق بشكل كامل وعلى جزء كبير من سوريا مع وجود أمريكي محدود في سوريا ليس وجودا كبيرا فإذا اللاعب الأساسي على الأرض هو الإيراني والطرف الأمريكي يحاول أن يستغل موارده الأخرى البشرية والعسكرية من خلال أجواء أخرى سواء كان عن طريق الطيران والطيرات المسيرة والصواريخ أو عن طريق البحر والتضييق الاقتصادي والحصار وما إلى ذلك فهذه المناشوات مستمرة إلى أي أذن الله سبحانه وتعالى بخلاص ما بصورة ما لحل ما يعيد أبناء العراق والسورية لحكم بلادهم حين ذلك يمكن أن يكون للسيادة معنا يمكن أن يكون للقوة معنا يمكن أن تتوقف حالة التخادم هذه بعد أن يهدم هذا الجسر المقام بين البلدين بين إيران وسوريا عبر بغداد الله أعلم ننتقل إلى القضية الفلسطينية الحقيقة وما يجري في غزة أطلق قبل فترة أسبوع القدس العالمي النسخة الرابعة من هذا الأسبوع كيف يمكن التجاوب أو التفاعل مع هذا الحدث المهم المهم عربيا وإسلاميا لبناء أو تقوية أو تعزيز وعي الإنسان العربي والمسلم بأهمية القضية الفلسطينية والآن عنوانها الرئيسي ما يجري في غزة وهذه المذبحة والمقتلة المستمرة منذ 14 هو أسبوع القدس أساساً أنشي لهذا الغرض نعم إعادة تفعيل القضية الفلسطينية إعادة ربط الأمة بهذه القضية بيان واجبات هذه الأمة تجاه هذه القضية كشف موقع هذه القضية من قضايا الأمة الكبرى وأيضاً هو تم اختيار أسبوع القدس العالمي أيضاً لمحاولة إصلاح الخلل الكبير والخطأ الكبير الذي حاول النظام الإيراني شعته من قلال يوم القدس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وما إلى ذلك فجاءت هذه الفكرة وشاركنا فيها والحمد لله منذ انطلاقته الأولى وجزء من أسباب زيارة الإسطنبول هي للمشاركة في بعض الفعاليات المتعلقة بالأسبوع الذي أعلن عن انطلاقه بالأمس فإذن أسبوع القدس العالمي هو مؤسسات الأمة العلمائية تقود الشعوب العربية والمسلمة لإظهار مشاعرها والتعبير عن واجبها وما يترتب عليها تجاه قضية قضية مركزية من قضايا الأمة وهي قضية القدس وفلسطين فهذا الأسبوع مخصص لهذه الواجبات وهذه السنة يقترم بهذه المعركة الكبيرة معركة الطوفان الأقصى فإذا مجرد المشاركة في هذا الأسبوع هي وقوف أمام فرية النظام الإيراني بأنه يدافع عن فلسطين وعن القدس وقد أثبتت معركة الطوفان الأقصى والحمد لله الرسالة الصحيحة لهذا الأسبوع أما الجهود فمطلوب من كل المؤسسات العلمائية وغير العلمائية من كل أبناء الأمة أن يسعوا وما استطاعوا لإظهار محبتهم توافقهم تأييدهم تضامنهم مع إخوانهم في مرسطين عامة وفي القدس وغزة خاصة هذا هو الواجب الواجب يتعين علينا الآن خلال هذا الأسبوع فهذه الرسالة التي يريد أسبوع القدس العالمي ومن ينظمه أن يوصلوها إلى الناس الحقيقة القائمين على إطلاق أسبوع القدس العالمي طالبوا بزيارة الضغط التظاهرات الشعبية الضغط الشعبي القوى الحية لإيقاف هذه المقتلة لفك الحصار إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تعتقد هذا فعال هذا الأسلوب أسلوب التظاهرات الضغط الشعبي سوى عربي أو إسلامي أو حتى يعني من آخرين هو القيام بالواجب ماذا تستطيع أن تفعل هذه المؤسسات والعلماء وأبناء الأمة جميع أن يستطيعون أن يقوموا بذلك لكن تسألين هل هي مجدية هل ستحقق الهدف هل ستجبر الناس على أن لا الأمر ليس كذلك لأن الأمر ليس بيد الناس ليس بيد الشعوب وإنما بيد الأنظمة وهذه الأنظمة في غالبها محكومة بإرادات دولية وأقليمية محكومة بسياسات وتوافقات وما إلى ذلك فهذه الجهود ستفضح ستكشف ستحث سترفع العبئ والإثم عن من يقوم بها ولكنها للأسف أقولها للأسف لن تستطيع أن تحقق الهدف المقصود منها ولكن هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به من يسعى لخدمة هذه القضية لأنه أما أن تسكت والسكوت هنا جريمة لأنها مشاركة للعدوان والسكوت عنه أو أن تقوم بواجب ما سواء حقق هذا الواجب المطلوب أو لم يحقق فإعذار النفس أمام الله سبحانه وتعالى والقيام بواجب التآخي وإسناد المسلم للمسلم والتعبير والإعلام ولسيما الجانب الإعلامي وأنتم تعرفون الانتقال الإعلامي الكبير التي حصلت بعد المعركة والحمد لله أن الرواية الآن القصة السردية سميها ما شئت العالمية عن معركة الطوفان الأقصى تميل لصالح السردية الفلسطينية كيف تم هذا؟ تم بجهود المقاومة أولاً وبصمود الشعب غزة ثانياً ومن ثم الجهود المساندة ومنها جهد أسبوع القدس العالمي نعم الحقيقة بعد معركة طوفان الأقصى في غزة كان هناك حدث تأريخي بامتياز وهو أنه لأول مرة منذ إنشاء إسرائيل عام 48 وقفت متهمة في قفص الاتهام بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية على خلفية الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا وليس أي دولة عربية ولا إسلامية ضد الإيقاف الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في غزة ما دلالة مثل هذا الحدث وأنه إسرائيل متهمة بالاتهام خطير وشنيع مثل الإبادة الجماعية للسكان المدنيين دلالاته كبيرة ومتعددة نعم يعني أولاها أنه لأول مرة الكيان الصهيوني الدولة العبرية نعم تقف هذا الموقف نعم مدانة متهمة أمام شعوب العالم أمام حكمة العدل الدولية من دولة أفريقية معروفة عانت من ويلات البصل العنصري هذا بحد ذاته إنجاز وهذا أحد الأمور التي يمكن أن يصنعها تعاطف الشعبي تعاطف الإعلامي السعي بكل هذه الوسائل ثم الدلالة الثانية أنه إقرار أن ما تقوم به أو ما يقوم به الكيان الصهيوني يرقى عندما تطالب المحكمة بوقف ما قد يؤدي إلى الإبادة الجماعية هي لم تقل إبادة جماعية لأنه محقومة أيضا وسياسات دولية ومحددات ولكن عندما تقول هكذا هي مفهومة إذن ما يحصل في غزة هي إبادة جماعية ثم ما يتبع هذه الدعوة بعد ذلك ثم انزعاج الكيان الصهيوني الكبير منها لأنه ظهر بمظهر العاجز بمظهر المتهم الذي ثبتت عليه التومة أمام الجميع كل هذه الدلالات فضلا عن كونه من جنوب أفريقيا هنا أنا قد أختلف مع كثيرين عندما يقول لم تقوم دولة عربية القصور يعني موجودة عند كل الأنظم عند النظام العربي الرسمي نؤكد وهنا أدعو إلى الجميع التفريقة دائما يقول العرب الدول العربية فلنقول الدول أو النظام الرسمي العربي أما الشعوب فعلت ما عليها فعلت كل ما تستطيع وإن كان فعله هذه المرة ليس بالمستويات السابقة لأسباب لأن حالة الكبت حالة المنع حالة ضبط الشعوب هذه المرة تختلف عن كل الحالات السابقة دلالت من جنوب أفريقيا لو لم تصدر من غير جنوب أفريقيا ما كان لها هذا التأثير لو دولة عربية لن تسير الدعوة بالطريق الذي وصلت إليه الآن لكن ما كانت جنوب أفريقيا خلفية الفصل العنصري سعي جنوب أفريقيا في هذه المجالات الحقوقية كله فسح الطريق لهذا الأمر ولا ننسى أن من ضمن الفريق الذي شاركه مسلمون من مسلمي جنوب أفريقيا نعم أيضا دكتور هناك من يتحدث أن هذه الخطوة خطوة إيقاف الكيان الصهيون إسرائيل في قفص الاتهام خطوة مهمة يعني جدا لكنها أيضا تبقى منقوصة لأن ليس هناك من أدوات للتنفيذ لتحويل هذا القرار إلى خطوة قانونية عملية بإيقاف المقتلة أو بجلب المسؤولين عنها ووضحهم في قفص الاتهام وبالتالي تبقى القضية ربما سياسية أخلاقية أعلامية لن تنزل إلى الأرض هي في هذا المستوى نعم غير متوقع يعني غير متوقع منها أن تذهب بعيدا أو أن تضع حدا أو حلا لا توجد آليات حقيقية لأن محكمة العدل الدولية لأن محكمة العدل الدولية تصدر القرار من جانب حقوقي قانوني إنساني لكن تطبيقه هذا على أرض الواقع لمن يعود يعود لقوة سياسية مهيمة لنظام عالمي موجود نظام عالمي يرفض حتى الآن اعتراف بأنه ما يجري هو جريمة إبادة نظام عالمي إلى الدرجة التي يرفض فيها الاعتراف بأن هناك أن القتلى في غزهم من المدنيين يعني إلى أي مستوى وصلنا الضحايا الآن أكثر من ثمانين ألف ويخرج مسؤول أمريكي أو أكثر من مسؤول يقول لم نسمع عن ضحايا مدنيين في غزهم الضحايا المدنيين صفر يقول صفر نعم متحدث باسم مدلسل من القوان أمريكي مدلسل من القوان أمريكي إذن إلى هذا المستوى من إنكار الحقائق والوقاعة المشاهدة والمحسوسة والموثقة والمنتشرة عبر العالم والتي أيدتها محكمة العدل الدولية يظهر متبجحا بأنه لم يسجل إذن هناك إرادة دولية بعدم تنفيذ أي قرار والدليل كانوا محضرين الخطوة خطوة عدم دعم الأونروا في مجرد ما صدر القرار مع كافة العدل الدولية تم إيقاف دعم الأونروا كخطوة عقابية للفلسطينيين وربما أيضا انذار وتحذير لبقية المنظمات طبعا 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 دكتور في الدقائق الأخيرة هناك من يقول أنه على الرغم من الخساء الكبيرة في جانب المدنيين في غزة وتحطيم حوالي 60-70% من البنى التحتية والبنى الحياتية السكنية وغيرها لكن أن تبقى المقاومة صامدة أربعة أشهر وأيضا هناك الحقيقة مواجهات ورشقات من الصواريخ هذا منجز تأريخي كبير فعلا هذا منجز يعد في إطار المنجزات الكبيرة هو منجز كبير ولكن دعني أنظر للموضوع من زاوية نعم قبل شهرين هنا في إسطنبول كنا في لقاء علمائي وعطيت لي كلمة والكلمة كانت خاصة لأنها في لقاء ليس إعلاميا نعم وإنما لقاء لي ماذا نفعل من أجل نصر دغزة ماذا يفعل العلماء ما هو واجبهم من أجل وقف هذه المجزرة وقتها كلمات كثيرة كلمتي كانت دقائق قلت ينبغي علينا الآن كعلماء وطلبت علم أن نعمل على إيقاف المعركة بأسرع صورة ممكنة لأن الإنجاز تحقق المقاومة بيضت الوجوه وأوقعت في العدو وقيعة كبيرة جدا ولكن ما بعد ذلك ستبدأ فصول المجزرة تزداد يوم بعد يوم الآن بعد أربعة أشهر ما زلت على هذا الكلام إنجاز كبير جدا النصر يفرح به كل إنسان ويزه به المقاومة سطرت من الملاحم الكثير الكثير وشعب غزة أبدأ من الصمود الكثير وأعطى درسا للعالم أجمع ولكن ينبغي لهذه المعركة أن تقف الآن قبل الغد لأنه مسلسل الخسائر سيزداد يوم بعد يوم وقد يؤدي هذا لا سمح الله إلى نتائج سلبية يحاول أعداء هذا النصر تضخيمة وتكبيرة من نجل سحب البساط يبدو المقاومة منفتحة على عمل أي وقف لإطلاق النار وهذا ما نتمنى لكن بشروطها بشروط المقاومة التي تحفظ للمقاومة وتحفظ لأهل غزة هذا النصر وتحفظ لهم الكرامة والعزة وإلا ما عانوا منه أمر صعب جدا على كل حر لغض النظر عن كوني مسلم وغزم كل حر يتألم لما يجري ولذلك وقف سريان هذا الدم وقف نهر الدماء الموجود في غزة ضروري جدا وهذه رسالة للجميع كل من يستطيع أن يوقف أو يبذل جهدا ما في هذا السبيل فعليه أن يعمل به ولا يقصر ولا يذهب إلى المثاليات والمعنويات بأن الإنجاز كبير ولا تهم أعداد الضحايا لا أعداد الضحايا مهمة وهذه مسؤولية كبيرة على المقاومة وعلى داعمها شكرا لضيفنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق شكرا دكتور لوجودك معنا أشكركم مشاهدين الكرام إلى أن نتقي في الأسبوع القادم إليه أشكر مكمبي اشتركوا في القناة